كارين للوضع والخطورة الوضع البعيش الشعب السوداني الآن في الشوارع لما نجي نشوف رئيس الوزراء بنالجين ورئيس الوزراء عبدالله حمدوق هو غير مهتم بأوضاع الناس غير مهتم بمعاشى الناس غير مهتم بحياة الناس ولا يعرف هذه التفاصيل لا من قريب ولا من بعيد هذا الرجل غير معني أصلا بالغود والوغود والرغيف والمواصلات لا يعرف هذه الأشياء هذا الرجل كان لأكثر من 35 عام هو خارج السودان يعيش حياة مختلفة عن حياة السودانين أتى للسودان أصلا هو شكل مختلف الذي أتى به للسودان لم يكن من غادة الحراك السوري ولا الحراك المعارض ولم يكن يوما في الأيام له موقف معارض للنظام السابق بل كان مغربا من النظام السابق وكانت له علاقات وكان يدعم من النظام السابق في تولي المناصب في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأفريقي وفي كل المنظمات التي عمل بها وله علاقات ممتدة حقية مع قيادات النظام السابق من بروف غندور إلى الدكتور مصطفى عسماعيل إلى الدكتور عمير الفاضل وإلى الآخرين يعني كانت له علاقات وله تواصل ولكن يبغى السؤال لماذا حمدوك؟ ولماذا بعد كل هذا أصبح رئيس الوزراء حمدوك؟ ولماذا أخذ الناس على ألسنتهم المصطلح الكبير الذي انتشر لفترات طويلة؟ شكرا حمدوك باختصار كان حمدوك وكانت شكرا حمدوك وكانت كل هذه البروبغاندا حول حمدوك عبر عمل منظم وعمل مؤسس وعمل مخدوم ليكون حمدوك في هذا الموقع شغل متقدم جدا تقنية وأموال ومخابرات وضعت حمدوك في هذا المكان ووضعته في المخيلة العامة بأنه هو شخص منقذ وشخص قائد وشخص ليدر ثم جاء حمدوك لرئاسة الوزراء لأنه جاء عبر برنامج وجاء لينفذ برنامج محدد هو غير معني بتفاصيل الشعب السوداني زي ما الشعب السوداني شاف ممكن شخص يزأل أو أنه تزأل إذا كان حمدوك بهذه الصورة لم يكن مع النظام السابق أو كان مع النظام السابق أو كانت له علاقات أو ضده أو معه ما الذي يجعل من أنصار النظام السابق حتى يطالبون بابعاده طالما هو مغرب لهم باختصار أي شخص وطني وينظر للمصلحة الوطنية ويهمه هذا السودان سيكون له موقف ضد حمدوك لماذا؟ لأن حمدوك نفسه غير معني بقضايا السودان ولا قضايا السودانين ولم يأتي لقضايا السودان ولا قضايا السودانين هو شخص جاء لمهمة محددة هذه المهمة إذا مضت للأمام ستقسم السودان المخطط الذي يمضي الآن التجويع حالة الإفقار حالة السيولة الكبيرة جدا في كل حاجة في الشعب السوداني وفي السودان هي بسبب الخطة التي يمضي على رأسها حمدوك فحمدوك لا يعني المعارضة في شيء ولا يعني أنصار النظام السابق في شيء ولا يعني أي طرف من الأطراف في شيء إنما له أهداف محددة له خطة محددة عليه أن ينفزها لذلك نجد استيابة ضعيفة جدا في حياة الناس في معاش الناس فيما يخص الناس وإنه ماضي في تفاصيل بسيطة لا تعني الناس في أنه تتنفس وذلك ما بتطلع التسريبات وكل يوم بتطلع حاجة جديدة عن التغيير وأحداث التغيير وعن فترة الحكم التي الآن تسهب إلى عامين كاملين بنجد أنه في كثير من الشواهد والدلالات بتأكد أن الذي يحدث في السودان هو مؤامرة كبرى